شلوكم أعزائي أنا قاعدة بالأرض هاليوم وده أرسم وقررت أنه أشارككم بأفكاري عن أهمية مو بس الفن في حياتنا بس أهمية أنه نتبع قلبنا ليش؟ أولا خلي أحتيكم على الفن لأنه الفن إحنا ما نقدره في حياتنا في مجتمعاتنا حقيقة ما نقدر بأغلبية المجتمعات إنه فن درس الرسم لما كنا بالأطفال إنه درس الفني ناخذ انشقبط وهالأشياء وطلعنا علامات زينة وخلاص فما محترمين الفن يعني مو كل الناس يحترمون الفن بس بالنسبة إلي الفن يخلينا نشتغل يخلي جزء مختلف من عقلنا يشتغل وبدون أن يكون حكم على إنه هذا صح لو خطأ يعني لو أشوفكم أنا هليوم مش راسمة شخابيط شخابيط أيدا شوفكم ياها شوفوا شخابيط هل أنا أولا أحكم على نفسي إنه قاعدة أسوي هيتي لا مدى أحكم على نفسي مو بس مدى أحكم دي أشعركم إنه أنا قاعدة أسوي هيتي ليش ما أحكم على نفسي لأنه هاية اللي يطيني هيت شيء فلسف بالألوان أبيض له أحمر له أخضر له أزرق له هالأشياء يطيني الدماغي تصفية مثلا يخليها أصفي الدماغي إنه خليها خربط بالألوان وهالأشياء هاية يطلع لي مثل تنظيف للدماغ بحيث اللي دي أريد أفكر به بالعمل أشياء لازم أنجزها بالعمل هاية الساعة اللي أمي أقضيها بالفن أو نص ساعة أو خمس دقائق شيء شخبط يساعدني أنجز أحسن بالعمل أوكي ساعدني أنجز أحسن بالعمل ثاني شيء لما نتبع الفن يطين الوقت اللي إحنا تقاعدين تنشخبط والخربط تأتمل طبعا الناس في فنانين ممتازين أنا مو فنانة أنا قاعدة أداء خربط هلشي يطيني أفكار جديدة هو مثل التأمل الفن مثل الواحد لما يمشي على الطبيعة الفن يطيني أفكار جديدة ويشوف الحياة بنظرة جديدة الألوان التكشتر الكل شيء بس همشي اللي أريد أقولها اليوم مو على أنه واحد يطين نفسه الحرية أنه يعبر عن نفسه بالفن ويطين الوقت للفن أنه مهمة تتبعوا تتبعون قلبكم المديرة التنفيذية السابقة لشركة شنال اللي كل النساء يحبوها لأن أحسن الشنط بيها وأحسن الملابس بيها شنال درست مو ما درست تجارة وعمال درست فن درست الروايات درست بالانجليز يسموها الفلسفة والروايات والتاريخ درست التاريخ درست الفلسفة شو هاي شو هي علاقة إنه شون سواها هاي هي المديرة التنفيذية من أنجح الشركات بالعالم اللي هي شنال واللي كل الناس يريدون هيتي موقع هي لما تقول شو تقول تقول اتبعوا قلبكم وتبعوا اللي يريد نفسكم بدل ما تبعون استراتيجية إنه لازم أدرس آني تجارة وعمال على مود ألقي يجي شغل على مود ألقي يجي شغل لما تبعت قلبها تبعت اللي هي احساسها السادس شون تلزم هاي شون تأخذ هاي ياه أحسن قماش ياه أحسن بس تبع احساسها السادس كدا فلسفة حقيقة وفن وتاريخ مدعس شون يسوون الميزانية والفلوس والقائمة وهالأشياء هاي وياه أحسن سراتيجية للسوشال ميديا وهالأشياء هاي درس شي اللي تحبه ولما ظلت تتبع للأشياء اللي تحبها صارت تبطيها فرصات عمل مو بس فرصة فرص عمل عفوا وبهالفرص العمل هي كانت التفكير المختلف بالمكتب لكل دارسين تجارة وعمال هي دارسة فان فتصار تفكيرها مختلف فصار اعطاها للعمل مختلف وهذا الاختلاف نجحها بالشغل ومشت من شركة إلى شركة إلى شركة إلى شركة إلى حصارت المديرة التنفيذية لشانال فلما حجيت إياها قالت لي أنا كل أسبوع أسمح النفسي أن أشوف الفن أكون بفن أما تروح ترسم أما تروح على معارض لما كان قبل كوفيد أما تروح مسرحيات قبل كوفيد بس تخلي الفن جزء من حياتها لأنه شوف الفن هو جزء من نجاحة وليس جزء هو جزء متصل بنجاحة وليس أنه هاي هوايتها وهاي شي تحبه الفن يعطينا المجال أن نفكر بطريقة مختلفة والناجحين بحياتهم هم اللي يفكرون بطريقة مختلفة وليس اللي يفكرون بالطريقة العادية اللي كل المجتمع يقولون لازم تفكرون بيها فلما المخترع هو ناجح لأنه يفكر بطريقة مختلفة أي إنسان أي إنسان من ستيف جوبس إلى أي إنسان اخترعوا أشياء جديدة اخترعوا لينسمحوا لنفسهم يفكرون بطريقة مختلفة إحنا مجتمعنا لازم نشجع هاي الطريقة المختلفة وليس نخوف أفكارنا إنه لازم ندرس هالأشياء لأنه هي هالأشياء الناجحة بالعكس خربطوا الأشياء خربطوا بالرسم شو قعد تدعفهم بيش أسوان مو بالفرشة بالهي ما تنظيف الشبابي كده أرسم أخلي ألوان وأجيب عليها ها أجيب ألوان أخليها هنانا وأرسم أخليها هنانا أرسم هاي شي مختلف خرابيط خرابيط يجوز زين يجوز مو زين أخويا ضحك علي لما قلي أرسم بهاي بس تسمح لي إنه أفكر بطريقة مختلفة وجزء هي من النجاح النجحت بحياتي إنه سمحت النفسي أنا عبر عن نفسي بدون خوف بدون خوف إنه هل يحكموني الناس أو لا هل رحفش أو نجح ما هو الحياة فشل ونجح وفشل ونجح وفشل ونجح يمعودي فعيشوها عيشوها والفن يساعدنا أي تعبير عن الفن أنا اليوم دع أرسم بالألوان بقى ترجوز أسوي السيراميك أي تعبير عن الفن هو مهم فاسمحوا لأن نفسكم اسمحوا لأن يدخل على نفسكم اسمحوا لأن يدخل على نفسكم اسمحوا لأن شجعوا بأولادكم وعرفوا أنه النجاح لا يجي دائما بالطريقة المعروف عليها النجاح بالوقت الآن اللي هو يحتاج للابتراع والاختراع والتفكير خارج المنطق المعروف عليه النجاح يحتاج لحرية حرية حرية التفكير حرية التعبير حرية أن واحد يكون مثل ما هو بدون خوف ويعبر عن نفسه بدون خوف أرجو هذا أن يساعدكم كل حبي كل 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 لكم كل